طبعاً هو المباراة بتاعة الولايات ده هتبقى أصعب مباراة أكيد سواء هنا أو هناك ويا رايح جاي بالضبط فدي برضو من المباراة اللي هتحدد الاتجاهك رايح فين قبل الأصولي هفي مباراتين بتوع الأنجولا آه بالضبط وزيبالك هنا في أول مباراة وصابتوا قتلتكم ودي برضو مش عايفت بالنسبة لك إنه أول مباراة اللي زيبالك في أرضه دي ميزة واللعيب لا ميزة ميزة كبيرة طبعاً لازم أكسب ولازم ما يدخلش فيها هداف أكسب بغزارة و طبعاً يعني أخوف الباقي حتى لو واحد أو اتنين صف بس لازم دايماً أبقى دايماً مدي آآ 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 مدي يعني مدي إنذار كده للفرق اللي أنا بلعيبها أو مدي إحاء للفرق اللي أنا بلعيبها إن أنا على ملعبي مستحيل يدخل فيها هدف دي في منتهى الأهمية زي ما بقولك إنت قبل المباريات بتكسب نقاط نفسية دايماً على ملعبي طبعاً في الزمان لما كان بيبقى فيه جمهور كان بيفرق بشكل كبير جداً أنت الدفعة الأولانية مع استاد القاهرة أعتقد أنه يبقى فيه جمهور يعني ممكن ممكن تلاقي من خمس تلاف والتطالع أتمنى أتمنى يبقى فيه جمهور لأنه دايماً الدفعة الأولانية دي في استاد القاهرة مرعب لما يبقى فيه جمهور مع الصوت لا الحكم بيبقى الآن الفري المنافس بيبقى الآن كل دي أمور أنت على ملعبك لازم تكسبها